لربما اصبح الامر لا يحتمل ها قد زهقت الانفاس مجددا في طريق موت مغيب عن اعين المسؤولين انه طريق عين التمر الذي تشاطره العجلات الكبيرة مع الصغيرة بواقع مطبات وحفر وتشققات كأنها ترسم نهاية الطريق الى الموت الطريق اللي جاي الروح ونرجع بي يوميا العين التمر 80 كيلو روحة و80 كيلو جي طريق بي بس سيارات حمل وطريق طريق اكثر من ستين وسبعين بالمئة من عنده طريق متهالك وطسات وحفر وعكر وطريق ما انزل الله به من سلطان جزعنا من هذا الطريق طريق يسموه طريق الموت طريق بس لوريات يعني معلمة تطلع من الخمسة يا اهل الغيرة يا الاسلام معلمة عدها فقرات ومعلمة بعد حالات يعني ما نقدر نذكرها تروح 80 كيلو بسيارة متهالكة لا تصلح للنقل الحيواني معلم في اداء واجبه المهني ذهب ليمارس دوامه الرسمي في مدارس عين التمر التي تبعد عن كربلاء 80 كيلو مترا وبسبب ما ذكرناه عن الطريق تعرض لانقلاب عجلته وموته بنفس الوقت مما دعا زملائه بالقاء اللوم على المعنيين الى المرجعية الى مصطفى الكاظمي لأي شريف بالبلد يسمعنا احنا اليوم طلعنا من الستة الصبح متوجهين الى قضاء عين التمر لكن اتفاجئنا احنا البرحة بموت صاحبنا واخونا استاد مصطفى شهيد التعليم اللي هو رايح للواجب الولد واستشهد بسبب هذا الطريق يعني اللي طريق اللي ما حد يقدر يسلكه زائد السيارات اللي مفرتها مديرية تربية محافظة كربلاء وهذا شوفت عينك احنا صارنا اربع ساعات واكفين بباب المجلس ما حد طلعوا سمع صوتنا اهمال مدير التربية والمعنيين بالامر يدل على ان ارواح كوادرهم التعليمية لا تعنيهم مما يشكل عائقا بوجه التعليم في كربلاء لقناة التغيير الفضائي جاسم الهميم كربلاء